تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد نتعرف منه على اخر الاجواء ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم مرة اخر فضل يا كريم ازاي مرحب بيك يا كابتن ايمن كل التحية ليك ولكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم اللي في البداية كالعادة يكون ليه دور السحر والمفعول ان شاء الله باذن الله ويكون سبب الناصر بشيئة الله يا كابتن ايمن يا رب ان شاء الله ايه الاخبار طميني يعني نقدر نقول الحقيقة الاجواء مطمئنة جدا تركيز كبير جدا لعيبة النادي الاهلي من الحقيقة من التدريبات يا كابتن ايمن بنشوف الجدية وبيبان في عيون اللعبين مدى الاسرار ومدى الجدية الكبيرة جدا لان احنا عارفين ان هذه المرحلة واحدة من اهم الفترات الحقيقة في هذا الموسم وفي هذا التوقيت الحقيقة فمحتاجة كل الجهد محتاجة كل التركيز لعبة النادي الاهلي لعيبة الكبار للجلسات الصنعية والفردية والجماعية الحقيقة مكثفة بشكل كبير جدا من كبات فريق النادي الاهلي في كل مرة انا اكد كابتن ايمن على هذا الامر سر النجاح فريق النادي الاهلي في المباراة الصعبة وفي بطولة الدور في بطولة افريقية هي غرفة خلال ملابس ازاي تقدر ان انت تدخل للعيبة سريعا ازاي ان انت تقاهل واحد زي كهرباء وطلعوا من الجو طبعا اللي كان فيه خلال الفترة اللي فاتت ويظهر بهذا الشكل ده دور كبير جدا لمجلس الادارة دور اكبر للجهاز الفني والدور المميز جدا لعيبة النادي الاهلي لعيبة النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله النهاردة كالعادة الكل على قلب الرجل واحد يعني عايز اقولك خلاص يعني المحاضرة الفنية الاخيرة هنا في فنده الاقامة مستر مارسل كولر بيأكد على بعض النقاط طبعا ازاي هنبدأ توزيعة المباراة بشكل كامل ازاي الاوراق على خارج طبعا الدكة طبعا المتواجدة اللي استعانى بها كل الامور دي ان شاء الله يكون موفق فيها في ادارة الفنية من خلال تسعين دقيقة لعيبتنا كالعادة محتاجين تركزهم الكبير جدا مع الدور الاكبر لجمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي عارف اهميتها دي المرحلة واهميتها دي المباراة فدورهم كبير جدا مع الاصرار المنتظرين ومع الشخصية الكبيرة العب بقلبك ربنا يوفق ده اللي احنا عارفينه مع العيبة النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله كابتن ايمن زي ما العيبة النادي الاهلي معودانة تفرح جمهورها تفرح نديها تفرح مجلس ادارتها بالاصرار الكبير وبالعزيم المعروف على العيبة النادي الاهلي كابتن ايمن المباريات دي كريم بيبقى ليها يعني كواليس خارج الملعب اكتر منها داخل الملعب زي مباريات القمة مباراة الاهلي والزمالك سواء على بطولة او مش على بطولة بيبقى ليها اجواء خاصة ويبقى فيه دور كبير جدا 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 من اللعيبة الكبار والجهاز الفني قبل المباراة كتهيئة نفسية نقطة مهمة جدا وبضم صوت لصوتك وده اللي احنا شايفينه كابتن ايمن يعني في فندو اللي قامة بتشوف الجلسات الصناية بتشوف الشناوي ومعلول وايمن اشرف لعيبة الكبار ازاي بتأكد على المرحلة ازاي بتضم خالد ومروان وكريستو بتأهله من هذه المباراة مباراة غاية في الاهمية تفرق مع الجمهور مع مجلس الادارة مع اللعيبة الدور الكبير جدا اللي بيقوم بيه لعيبة النادي القالي ده راجع للخبرات الكبيرة جدا طبعا النادي القالي عارف اهمية المباراة لعيبة عارف اهمية هذه المرحلة النادي بمنحضر ليس شعاره دي حقيقة عندنا غيبات كثيرة عندنا اصابات عندنا امور عديدة جدا لكن بالقلب وبالروح نقدر ان احنا نتخطى هذه المباراة انسى الفنيات وانسى كل الامور خلي قلبك شخصيتك كبيرة كالعادة مع فريق النادي القالي في هذه المباراة ده اللي يقدر يحسم الفنيات موجودة لكن توفير ربنا منتظرينه لكل مجتهد النصيب بنأكد على هذا الامر اللي عبتنا اجتهدت بشكل كبير جدا خلال الايام الماضية فعندنا كرم كبير وطمعين في ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله اللي هيكون موفع لعيبة النادي الاهلي اللي التوفيق يكون معنا نهاردة بإذن الله كابتن ايمن هيكسب ويرب يكون التوفيق معنا مع دور الجمهور اللي منتظرينه كالعادة في التالتة شمال اللي هيكون ليه تأثير كبير جدا ويكون سر الفوز النهاردة كابتن ايمن على فكرة يا كريم من الماتشات اللي ازاي دي كنت لسه بقول ان ما بيحسمهاش الحالة البدنية ولا الفنية لا قبل المباراة ولا خلال المباراة نفسها يعني اللي هو بيعرف يستغل الفرص وعنصر التوفيق معاه هو اللي بيكسب ولكن في نقطتين مهمين جدا 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 لازم أكد عليهم روح الفانيلا الحامرة وجماهير النادي الاهلي بالتأكيدة كابتن ايمن وهضم عليهم شخصية البطل شخصية البطل مع الروح مع جماهير النادي الاهلي هي دي اللي بتنجح أي فريق بتنجح تحديدا لعيب النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي مختلف هتافه مختلف تشجيعه مختلف وأكدنا وقلنا الحقيقة تحديدا كهرباء يعني ما يلتفتش لأي حد ما يلتفتش لأي هتاف عنده مهمة عنده تسعين دي ان شاء الله يكون قادر كالعادة ظهر بمظهر مميز جدا النجم هو النادي الاهلي لكن احنا بنأكد على كهرباء لان انت عارف بلغة الكورة وانت واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن ايمن المضيقات المعتادة والهتافات المعتادة لو واحد زي كهرباء النهاردة بنتمنى ان هي ما تأثرش عليه بنتمنى ان هي ما تأثرش على اي لعب من فريق النادي الاهلي اسمع جمهورك العب بشخصيتك وان شاء الله بإذن الله النصر يكون من نصيب النادي الاهلي وثلاث نقاط يكونوا من نصيبنا هيفرغوا بشكل كبير جدا كابتن ايمن في هذا الموسم الصعب والضقيق جدا على فريق النادي الاهلي الناس أل انا شوية يا كريم من الغيابات او كم الغيابات وكم الآصابات ولكن انا دايما بقول ان اي حد بيلبس الفانيلا الحامرة وبيتميز بشخصية النادي الاهلي مع جماهير النادي الاهلي العظيمة ديت بيبتبقى حسمة لامور كتير جدا 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 في خلال المباراة بالتأكيد يا كابتن ايمن طبعا رغم الغيابات الكثيرة لكن تشارت النادي الاهلي كبير جدا النادي الاهلي قيمته كبيرة جدا اي لعيب هيكون متواجد في مكان مش مكانه هيلعب في اي امور لابد يكون كالعادة بقلب رجل واحد شخصيته قوية جدا يقدر ان هو بالمجود الكبير وبالتكاتف وبالاصرار المعروف على لعيبة النادي الاهلي يكون احسن لعب في المباراة كمان مهما كانت الغيبات كابتن ايمن سقطنا كبيرة جدا في كل اللعيبة وده اللي لمسينه من النظرة من الاحساس من الاحاديث مع لعيبة النادي الاهلي تباني الروح الكبيرة وباني الاصرار وباني الهدف عندنا هدف ان شاء الله بمشيئة الله هو الحصول على التلات نقاط الهدف المطلوب هو التحقيق طبعا الفوز لكن بمشيئة الله عندنا اعمال كبير لعيبة النادي الاهلي اداءا ونتيجة جمهور النادي الاهلي عايز يفرح النهاردة وان شاء الله باذن الله 11 راجل في الملعب يفرحوا شعب مصر وليس جمهور النادي الاهلي فقط كابتن ايمن يا رب ان شاء الله شكرا جزينا لنزمينا العزيز كريم احمد شكرا جزينا